الى التفاصيل اكد رئيس الوزراء دكتور عبدالله نسور ان الشعبين الاردني والفلسطيني تجمعهما كل الروابط بين الدين والقربة والعرق ولا يوجد ما يفرقهما على الاطلاق مشددا على ان اردننا واحد وان التناقض غير موجود الا لدى اعداء القضية الفلسطينية واعداء الاردن وقال رئيس الوزراء ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو المعبر عن ضمير القضية ووجدانها ويكاد يكون صوت العربي الوحيد الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية في المحافر الاقليمية والدولية كافة جاء ذلك خلال رعايته احتفال لجال المخيمات بالاعياد الوطنية في المركز الثقافي الملكي لافتا الى ان هذه الحكومة هي حكومة لجميع الاردنيين في جميع مواقعهم وتعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك نحو مزيد من الرفعة والتقدم واكد رئيس الوزراء ان الاردن ومن خلال عطائه المتواصل عبر التسعين عاما الماضية استطاع انجاز قطر عربي قوي وصامد بفضل وعي شعبه بكل مكوناته ووحدتهم وثقافتهم وايمانهم بهذا البلد الوحدوي وعبر رئيس الوزراء عن ثقته بانه عندما ينجلي غبار المعارك الدائرة من حولنا سيعود الامل وسيتعزز حقنا في فلسطين مؤكدا المكانة العالية في قلب الاردنيين لفلسطين والاردن نمعا اشتركوا في القناة